سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين في سجون العراق وممارسات تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان يعاني منها السجناء وذوهم تقوم به السلطات الأمنية والقضائية على حد سواء خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة قالوا إن نحو خمسين سجينا في العراق ينتظرون الاعدام يوم الاثنين المقبل بعد اتهامهم بجرائم تتعلق بالإرهاب في محاكمات وصفوها بأنها جائرة وأكدوا أن الموجة تبدو في إطار خطة أكبر لإعدام نحو أربعة آلاف سجين وحث الخبراء الحكومة في بغداد على الوقف الفوري لجميع الإعدامات الجماعية وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق قد دعت السلطات في بغداد إلى الامتناع عن أي عمليات إعدام فيما أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن تقييمها بشأن حقوق الإنسان وإقامة العدل في العراق أكد وقوع انتهاكات متكررة للحق في المحاكمة العادلة في سياق التمثيل القانوني غير الفعال والاعتماد المفرط على الاعترافات المنتزعة بالتعذيب وسوء المعاملة يأتي ذلك بعد أن أعدمت السلطات الحكومية 21 سجينا الشهر الماضي تلتها عملية إعدام 21 سجينا آخر الأسبوع الماضي بسجن الحوت في الناصرية هيئة علماء المسلمين في العراق قالت أن أحكام الإعدام التي صادقت عليها حكومة الكاظمي تأتي إرضاء لرغبات النظام السياسي القائم وتوجهاته العنصرية وبينت أن حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ عام 2003 تواصل تنفيذ إعدامات ظالمة بدوافع مختلفة تسبقها في الغالب محاكمات قضائية فاقدة لمعايير العدالة وتشوبها مخالفات كبيرة منها انتزاع الاعترافات بالتعذيب وعدم توفر ضمانات للدفاع عن المتهمين وأكدت الهيئة أنه سبق هذا الفعل إطلاق السلطات الحكومية صراحة الإرهابيين الذين ارتكبوا مجزرة جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالة والتي راح ضحيتها أكثر من سبعين شخصا على الرغم من اعترافاتهم المصدقة قانونيا ما يعطي صورة واضحة عن العدالة الانتقائية والانتقامية في العراق والمكايل المتعددة التي تزهق فيها الأرواح ظلما ويفلت فيها المجرم من القصص